ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي فيصل الحذيفي أهلا بك وصد فيصل معنا بداية هناك تحركات للمبعوثين الأممي والأمريكي شملت محافظات الشبوى والمهرة وحضر موت ما وراء هذه التحركات من وجهة نظرك في هذا التوقيت تحديدا التحية لك وهي تحية للمشاهدين الكرام تحركات المبعوثين في المناطق الشرقية حضر موت والشبوى ربما تأتي في إطار أولا هناك وجود أمريكي بريطاني وأممي في هذه المنطقة بدعوة مكافحة الإرهاب أيضا هناك ربما رغبة وهذه طبعا قد يكون فيما يخص تصدير الغاز واستعادة تصدير النفط من أي شبوى وحضر موت بسبب الأزمة الأوكرانية وإن كان البعض يقول أن هذا ليس سبب وجيه باعتبار أن كمية إسحام اليمن في الطاقة العالمية قليل لكن يظل ربما شيء أفضل من لشيء كما يمكن فهمه أيضا هناك رغبة في تغيير ربما يحصل في محافظة حضر موت كما بالنتيجة الحركة السياسية والشعبوي الذي امتدى لثلاثة أشهر وتجديد الإدارة للسلطة المحلية في محافظة شبوى هناك تداخل وهناك ربما مشاعرات متعددة هناك رغبة أيضا في ضغط باتجاه الحوثيين وتخفيف أيضا الحد التوتر في محافظة حضر موت تحديدا نعم أيضا بالنسبة للقاء رئيس هادي بقادة الحزاب هل لديكم قراءة أو معلومات حول مدار في هذا اللقاء طبعا التسريب الإعلامية وأنه كان لقاء فالفاض باعتبار الرئيس أكد على أهمية السلام والحوار اللوضاء أنه مخرج وحيد للبلد وأنه شكر الأحزاب السياسي كعادة والتي شاركت في الحوار الوطني وأكد على أهمية تنفيذ مخرجات الرياض ووصف الألحوثيين بأنهم يماطلون في مسألة السلام ويتهربون يعني كلام أعهم ربما طالما هو معلن فهو لا يعد عن كون تجميل لوجه الرئاسة التي تعطي ظهر كثيرا للأحزاب السياسية ولمنظمة المجتمع المدني في هذا الظرف السيء البعض يتندر عنها مثل هذا اللقاء وهو يقول ربما أستحت النخبة اليمنية مما يحصل في أوكرانيا والتلاحم الشعبي والاستراف الذي حصل نتيجة مركزية القيادة وقدرة على توجيه كل مقدرات البلد نحو معركة رئيسية ولكن أستاذ فيصل هل لازال هناك إمكانية للحل السياسي من أجل إنهاء الحرب في البلاد؟ لماذا لا؟ السلام هو مطلب الجميع ودائما كما يقال أن الحرب تبدأ بالكلام وتنتهي بالكلام السلام هو سيكون خاتمة إن شاء الله هذا الصراع الذي طالى والذي أودى بحياة اليمنين ونغص عليهم معيشتهم وحقهم في الحياة لكن ما هو السلام الذي ننشده؟ المشترك في هذه اللقاء المبعوثين ولقاء الرئيس بالأحزاب السياسية المشترك هو السلام طبعا طبعا هذه نغمة جديدة بدأت تظهر في هذه الآونة الأخيرة وهناك تحرك أممي بهذا الخصوص نعم ودولي القرار أيضا المجلس الأمن الأخير الذي وصف الحيثين بأنهم يعني شدد على ضمهم كجماعة في الحضر من التسلح وسماهم بأنهم بحجماتهم إرهابية وبأنهم إرهابيين كل هذا ربما يعني قودنا إلى الخبر الشائع والمتداول في هذه الفترة وهو إعادة تشكيل قيادة الشرقية من جديد تشكيل مجلس رئاسي يكون في هذه رئيسا سوريا وأن يتنوع نوابه من أكثر من جغرافيا وهذا ما نرجوه بالفعل أشكرك جزيلة شكرا الأستاذ فيصل الحديفي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف شكرا الأستاذ في القناة